الخبر الأول الذي عادنا عن قمر الطائب تحكي رحسبها الانستغرام من جديد فقمر الطائب يا حباب نزل شوية تستوريات قاعدة تقول بها انه هي تشارت نايمة وفجأة قامت وانصدمت انه حسابها تكر ووضحت يا حبايب انه كل هذا الشي قاعد يصرويها عمودي من اوها تنزل الفيديو من حفلتها ويا ايمو ولكن قالت رغم كل هذا الشي هي رح تنزل الفيديو فعلا نزلتها المشافية يروح يشوفها يا حبايب ولكن طبعا الاغلب صار يتوقع ان كل برها هذا الموضوع هو فريق نورمار اللي هما يكرهون ايمو اما بالنسبة الشهر رجع واحد صورها القديمة رغم انه بستابق لمبار قال انه هي انحفت فهي قاعدت انه انستغرام حب ان يسوي لها هدية فرجع لها الصور شوفوا الستوري حلو يا جماعة شلوكم مبدئيا انا هسا قاعدت النوم هسا هسا ما عليكم بوجي انا مثلي مثلكم ما عرف اش صار اه دخلت هسا اول ما قاعدت النوم دسوي صار مصغر الفيديو اجلت ادخل لانستغرام دا نزلكم ستوري انه رح اتاخر شوهي بالفيديو لقيت الحساب الانستغرام مو عندي يعني حساب الانستغرام مطلعين مننا عد صالي شي ربع ساعة حاولت ان اقدر افوض الحساب الحمدلله لقيت الصور هاي القديمة اللي كانت اول ما افتحت حسابي موجودات هذين الصور اللي حفن بوجتي ما اعرف شون رجعا يعني انا ما اعرف ما اعرف ليش طلعت من حسابي ما اعرف ما اعرف اش صار صراحة مثل مثلكم اه بس الحمدلله استرجعت اخذت الحساب و اه و اه و اه ملا بشاهة الوهم بجلوتيب رح انزلكم مره شوهي يعني لغم كل الشطوات حنزلة فخليكم جاهزين طبعا قبل المتابعين صار يكذبوها ويقولها انه الصور القديمة ولمر قال انه هي نحذفت و لكنه والشاذاب هو شات معرشيفها مو اكثر و لكن منواضح اهم وجبروها عام وتطلع و تقول ان انستغرام رجع له كهدية ولكن هي ردت على هذا الموضوع عن طريق تنزيل هذا الستوري قالت بي بالنسبة ليقولون انت تشذاب ودد تشذبين ترمى مجبورة بر الأحد تمام؟ اللي صدقني أهلا وسهلا و اللي مصدقني مشكلته ترمى ومطارة اشتذب و اللي صار حشيته واني مثلي مثلكم ما عارف شين اللي صار بس اللي عارفه انه خلل من الانسته و اللي يحتي زايد بعد او يقولين دد تشذبين رح بلعب لك تمام؟ فلنت تقولين يا حبايب قمر طاين جمرة انه يتكذب عن متابعيها او فعلا ان هي صادقة و انستجرام رجع لي هكا هدية مادركتم لا بالكومنتاج شون توقعاتكم طبعا رجوع صور القديمة يا حبايب اثبتت شغلة كلش غريبة و اللي هو انوي يارا و قمر هما منطين بعض بلوكات و كم مشكلة صارة بمهناتهم فير يا حبايب السابقة هي تحطي لايكات لكل صور قمر الطاين السابقة و طبعا هذيش فترة الكل يتذكر هذا الشي ولكن ما اعرف يا حبايب انو اذا انت منطي شخص بلوك او منطيك شخص بلوك رح تنحذف هذه اللايكات و حاليا ندخلوه على صور قمر الطاين القديمة رح تشوفوني اللايكات يارا موجودة على الصور فكتوني احباب بالكومنتاج شون توقع سبب اللي خلاهم ينطول بعض بلوكات وبس اول الله لنفس الات المقطعات من اتعجبكم فجروا هذا مقطع باللايكات احبكم و ان شاء الله يمكن يكون فيديو الثالث اليوم فدعمونا على مدازنكم فيديو الثالث اليوم وبس جاكم فيديو الثالث اليوم احبكم و مع السلامة